بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن بعض الكلمات البسيطة وهنكتب عليها بعض الجمل والتدريبات هيا نقرأ قطار لعبة تائرة مضرب بات بات تائرة تائرة ورقية قايت سيارة كار كرة بول دل دمية على شكل دب تدي 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 إنسان آلي روبوت 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 الجمل ناخد بعض الجمل البسيطة ذي سبول ذي سبول بول أتس سمول بول ذي سمول بول هذه لعبة هي لعبة ممتعة الأزرق يكون لون لوني المفضل يكون الأصفر بعد تدريبات مفروض هنا عندنا كلمة is فعل is لكن مفروض يكون هنا نفكر فعلا هو نلاحظ السيارة لونها أقدر هنا في خطأ بس بسيط نحن نكتب هنا choose the correct answer the ball is the ball is small أو game أو color the ball is small the ball is small the ball is small this is a في الصورة عندنا هنا this is a this is a game this is a game this is a game هي تكون هذه تكون لعبة my color is red ممكن نكتب color أو ممكن نكتبها كلها هما صخيح لو باللغة لو باللغة الأمريكية هتكون بالو لكن لو بريتش هتكون باليو يعني طيب اللون عندنا ايه هنا لونه أحمر هقول ايه my favorite color is red ولا my yellow color is red ولا my game color is red طبعا هنا عندنا هنقول my favorite color لأن my favorite color معناها اللون المفضل لديه هو الأحمر أو لون المفضل هو الأحمر طيب ننتقل بعد كده لتدريب بسيط عندنا كلمات موجودة عندنا yellow small game ball color أو الشريحة وضعناها بدون أي إجابات عشان نفكر فيها هقرأها فقط وبعدين بعد كده الشريحة اللي بعدها هنبدأ نحل إن شاء الله this is a يعترى this is a this ball is هذا يكون الكرة تكون blue is a الأزرق بيكون ايه أربعة my favorite color is لوني مفضل يكون my favorite toy is لعوبتي المفضلة تكون ننتقل بقى للايه الإجابات this is a this is a game لأنه مش هين فهقول مثلا this is ممكن طبعا نقول this is a ball أكيد لكن فيه عندنا إجابات تانية في الجملة التالية يعني يكون لها تحمل إجابات أخرى يعني ممكن نقول لو هنا في مثلا ما فيش ممكن نختار بول وكلا هما صح يعني لو قلت this is a ball صح لو قلت this is a game صح لكن احنا اخترنا بول لأن احنا عندنا جملة أخرى فيها معقول أقول this ball is ball لا this ball is yellow ممكن أقول yellow ممكن أقول تمام لكن مش هينفع الكرة تكون لون طيب هنشوف الإجابة هنا this ball is small طبعا التدريب ده بيحمل أكتر من إجابة blue is blue is هقول blue is yellow yellow مش هينفع أقول الأزرق يكون أصفر الأزرق يكون صغير أنا هنا مش بوصف شيء عشان أقول إن هو صغير لكن بكلم عن إن هو لون فبقول blue is a color my favorite color is طبعا هنا أكيد مش هقول my favorite color is ball أو game أو my favorite color is color أو my favorite color is small لكن هنا الإجابة الوحيدة هنا هي yellow تمام طيب my favorite toy is my favorite toy is a ball my favorite toy is a ball تمام طيب ننتقل لتدريب بعد كده تدريب سهل عندنا صورة وعندنا أربع كلمات read and choose اقرأ واختار this doll is هذه الدمية تكون عندنا أربع اختيارات هذه الدمية تكون سيارة أو pink أو dull أو blue the doll is pink نتكلم عنها ونكتب عليها جملة ونقول the doll this doll is pink نشوف تدريب كمان choose the correct answer A or B green is green is الأخضر بيكون لون أو صغير green is color a color green is a color طيب نشوف الإجابة اللي بعدها this is my game color أو this is my favorite color this is my favorite color نشوف الشريحة اللي بعدها عندنا صورة موجودة أقصى اليمين أسفل وبتقول my favorite is my favorite is my favorite toy is the robot my favorite toy is the robot my favorite toy لعبتي المفضلة تكون الإنسان الآلي my favorite toy is a robot طيب نشوف بعد كده عندنا طائرة ونقول this plane is this plane is small this plane is small الطائرة هذه تكون صغيرة طيب نشوف آخر شيء عندنا النهاردة آخر شريحة عندنا red is a red طبعا عندنا هنا red لون الأحمر red is a red is a color red is a color بشكركم إن شاء الله نلتق إن شاء الله في دروس آآ قادمة إن شاء الله شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا